يكثف المبعوث الأممي مارتين غريفث تحركاته باتجاه جمع الحكومة وميليشيا الحوثي في طاولة مفاوضات مباشرة لكنه يعترف أن الأمم المتحدة تحرز تقدما بطيا بهذا الاتجاه نتيجة عدم إنهاء المرحلة الأولى من عادة الانتشار فضلا عن أن المرحلة الثانية والتي تتضمن وقف الانتشار المسلح في مدينة الحديدة لم تنجز بعد فيما يبدو فإن المتاحة حاليا أمام المبعوث الدولي الضغط لفتح الممرات الإنسانية في الحديدة كإجراء أوليا لوقف الحرب كما تقول تصريحاته منتظرا في نفس الوقت مخططا تنفيذيا لعمليات عادة الانتشار من لجنة المراقبة الدولية والتي بدورها تنتظر من أعضاء مجلس الأمن ممارسة ضغوطاتهم في تنفيذ توصيات المجلس كان مجلس الأمن قد طالب في بيانه الأخير الحكومة والحوثيين بالانخراط البناء في طريق التنفيذ الفوري لمرحلة إعادة الانتشار المتبادل في موانئ الحديدة والصليف ورأيس عيسى والانتقال إلى إخراج التشكيلات المسلحة من المدينة وركز بيان المجلس على مضاعفة الجهود لضمان الوصول العاجل للمرافق الإنسانية والتيسير السريع لتدفق الإمدادات اللغاثية مجلس الأمن حمل الحكومة والحوثي مسؤولية حماية المدنيين وكان من اللافت أنه ضمن في توصياته الاستعداد لاتخاذ تدابر إضافية ضد من يعرقلون تنفيذ الاتفاقيات الأخيرة في الحديدة وهو ما اعتبره مراقبون بمثابة تحذير أممي لكن هذا التحذير وفق تجارب سابقة لن يثمر طالما ظل المجتمع الدولي يتفرج على انتهاكات واضحة تمارسها ميليشيا الحوثي بشكل متعمد وتشكل عقبة أمام تنفيذ اتفاق سوكهولمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة